انتهى منذ قليل احداث لقاء الاسماعيلي والرجاء طبعا احنا عارفين ان الرجاء هبط لدور القسم الثاني الاسماعيلي بينافز على المركز الثاني او وصيف الدوري اللي هو النادي الاهلي والمنافسة شرسة جدا على المركز الثاني بين الاسماعيلي وبين المصري اللي فاز مبارح النهاردة ماتش غريب جدا عجيب جدا 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 الاسماعيلي بيلعب بالمنتهى الهدوء اللي في الدنيا يفاجئن الرجاء الهابط للقسم الثاني انه بيلعب مباراة عالمية عالمية يا جماعة وقضاها وقضاها على عديد من الفرص تحديدا في الشوت التاني اللي اسماعيلي جاله فرصة في الديئة 91 عن طريق كريم بامبو لكن اضاها بها خارج البرواز لينتهى اللقاء بالتعادل 00 في مفاجأة بين الفريقين مفاجأة طبعا لان الرجاء يعني كلنا توقعنا انه هيتغلب بالدستة النهاردة عشان اسماعيلي يدمن المركز التاني نتمنى توفيق لكل الفرع المشاركة في الدوريات المصرية ولنا لقاء في اقرب الاوقات